السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكا شباب ايه هو ال divide and conquer بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عن النبي ويلا نعرف ايه نعمة اتكلمنا على الاناليس واتكلمنا عن البروت فورس المفروض لو حابين هنعمل فيديو عن البروت فورس اهرفوني بس هشفتهم اللوش لازم اصراح فا ايه هو ال divide and conquer ال divide and conquer مبدئا هو طريق التفكير في solutions كتير جدا بتعتمد على وجود او بتعتمد على concept divide and conquer divide انت بتقسم و conquer ان انت بتبدأ توزع الحاجات بتاعتك بشكل مظبوط يعني ففكرة divide ان احنا بيبعندنا طريقة حل او بتر نسابة في طريقة الحل على مسألة كبيرة جدا والمسألة دي لو قسمناها لمساءة الاصغر بتتحل بنفس الطريقة بالزبط فسي لو انت عندك مسألة كبيرة ان مثلا تقدر انت تقسمها لن على الاثنين ون على الاثنين دي في حد ذاتها اكي انها n بتقسمها لن على الاثنين ون على الاثنين فانت اللي بيحصل ليه اللي بيحصل ان انت بيبقى بالنسبة لك كل subproblem اكي انها problem اصلية او problem كبيرة وبتبدأ تقسمها وبتحل ال subproblem بتطوعها بنفس الطريقة اللي انت حلت بيها ال problem الاصلية وبعد ما بتوصل في الاخر خالص للي تحت ده اللي احنا كلمنا عليه في ال اللي هو بيبقى اسمه once ان انت وصلت لل base case بتبدأ تعمل عملية انت بترجع الوراء اللي هو اسمها ايه اسمه combine فكرة ان انت وصلت للاخر انت بتبدأ تجمع بتاعت السببروبلمز بتاعتك كلها السببروبلمز الصغيرين دول كلهم بتبدأ تجمعهم مع بعض علشان توصل في الاخر للحل بتاع المسألة الكبيرة الاولانية بتاعتك هو ده باختصار تعالوا كده نشوف مثال مسلا على حاجة زي كده لو انا جيت قلتلك ان انا عندي مسلا اربعة في اربعة مسلا او خلية مسلا اربعة في اثنين لو انا tell you ان انا عندي problem 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 وابرة ان انا عايزك تحسبلي wollt الربعة في اثنين اربعة في اثنين دي اكننا بنذاب اثنين اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين اثنين لو اناAlright前게て ان كل ده كاده على بعض هي المزيدة الكبيرة عملية الديفايد بتاعتك هي ان انت بتبدأ تحدد الجامع ده هو دي عملية الديفايد ان انت قدرت توصل ان انا لو جمعت رقم زائد رقم هي دي عملية الديفايد بتاعتك بتبدأ تكونكر ازاي ان انت بتقسم الاربع ارقام دول لرقمين هنا بس اثنين زائد اثنين واثنين زائد اثنين وبعكها بتبدأ تكونكر تاني ان انت بتقسم الارقامين لرقم واحد بس هيبقى واحد الرقم واحد هنا اللي هوا يبقى كان هو اثنين وهيبقى ان انت بتقسم المسألة الكبيرة تب مزدل تتقسمها تصغرها تصغرها لحد ما توصل في الاخر انها رقم واحد في الاخر تبدأ تكمبين ازاي بنفس طريقة الدفايد بتاعتك ان انت بتقوم جامع رقم زائد رقم يبقى 2 زائد 2 هيرجع لنا 4 يبقى الرزلت بتاع دي هي 4 و 2 زائد 2 هيرجع لنا 4 يبقى الرزلت بتاع دي كده 4 بعد كده انت بقى عندك رقمين بقى عندك 4 و 4 لو جمعناهم على بعض هيرجع لنا الريزلت بتاعت المين بروبلم الكبيرة وهي 4 زائد 4 هيطلع بتمانية كده احنا حلينا البروبلم طبعا ده اجزامبل سهل جدا ومش مطالب اصلا او مش محتاج ان احنا نعمله دفايد ان كونكر بس عشان نفهم ايه دفايد ان كونكر يبقى احنا بنحدد اول حاجة خلص الباترن بتاعنا او طريقة الحل السابتة اللي موجودة دايما في كل الخطوات اللي انا بعملها في كل الخطوات وانس ان انا عملت حاجة زي جده بابد Grey ان انا اقسم البروبللم بتاعتي الاسابتة بروبلله أشوف أقدر ان انا نقسمها ازاي هل مسلا اقسمها ان على الاثنين هل ان على الاربعة هل مسلا اقسمها بدرقية تانية خالص ابمين اصون مسلا ايا كان البروبللم بتقسمها ازاي وفي الاخر ممكن يبقى فيه conjunto وممكن ما يبقاش فيه쉬 وده اللي هيبنى في الاجزامبل زي بس وهو ده وده